السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناتي قناة ميس مامي التعليمية ايه اللي هتعلمه الطفل 4 سنوات و 5 سنوات كتير من الامهات بتسأل ايه اللي هتعلمه ابني في سن 4 سنوات وسن 5 سنوات يعني في مرحلة كيجي وان ومرحلة كيجي تون تعالي انا هقولك اولا هتكلم عن كيجي وان سن 4 سنوات هيدرس في ايه الطفل اول حاجة هتعلم الطفل الارقام من 1 ل 10 وهتعلم الحروف من الالف للياء وهتعلم الارقام باللغة الانجليزية from one to ten هتعلم الحروف باللغة الانجليزية from a to z وكمان لازم هيحفظ بعض صورة من القرآن الكريم وبعض الاناشد الخاصة بالحروف والارقام باللغة العربية والانجليزية ودي هتسهل عليهم درستهم بشكل جيد بالاضافة كمان للحاجات اللي ذكرناها قبل كده في الفيديو السابق زي وسائل المواصلات والفواكه والخضروات والحيوانات والالوان والحواس والجزاء جسمه والاشكال الهندسية وكمان هتعلم بعض الرسمات البسيطة وازاي يلونها بشكل جميل ده بالنسبة لمرحلة كي جي وان هنيجي بقى لمرحلة كي جي تو وهو سن خمس سنوات طيب الطفلة هيدرس فيه ايه؟ طبعا بعد ما الطفلة هيكون اتقن الحروف بشكل جيد هيتعلم مكتب كل حرف شكله ازاي؟ اول الكلمة وسط الكلمة واخر الكلمة مثلا حرف الالف شكله هيكون ازاي؟ في اول الكلمة وسط الكلمة وفي اخر الكلمة زي مثلا كلمة ارنب كلمة قالة كلمة سألة بشكل ده مثال اخر زي حرف الباء شكله ازاي؟ وسط الكلمة وسط الكلمة وفي اول الكلمة وفي اخر الكلمة وان شاء الله هشرحهم بالتفصيل بفيديو اخر وكمان هيتعلم الحروف الرفضة وهم ست حروف الألف والدال والزال والراء والزي والواو والحركات الثلاثة الفتحة والضمة والكسرة وكمان المد والممدود وفي الحساب هيتعلم العد من واحد لعشرين وكتابتهم وهيتعلم الجامع والطرح والتركيب التصاعدي والتنازلي والأكبر والأصغر والأشكال المتساوية وفي اللغة الإنجليزية بعد ما أتقن الحروف كتابة from A to Z هياخد كلمات على كل حرف كلمة أو اتنين أو ممكن أكتر على حسب استيعاب كل طفل وهيتعلم صوت كل حرف ودمج حرفين لتعلم القراءة والكتابة الوحدة وهيتعلم الحواس وأجزاء جسمه باللغة الإنجليزية والمهن وأدوات المدرسة مع تكرار مدرسه في KG1 من الألوان والفواكه والخضروات وسائل ومواصلات والحيوانات وأهم حاجة عدم الحفظ والتلقين لازم الطفل تعلم يرى أي كلمة سواء عربي أو إنجليش بدون حفظ لازم يتعلم الهجاء ودي نحط تحتها مليون خط لإن دي أهم حاجة في تأسيس ابنك أو بنتك وكده أكون نهاية الفيديو ويارب أكون فتكم في قناتي قناة ميسمامي التعليمية لو عجب الفيديو لايك تحت الفيديو واعمل اشتراك للقناة واعمل شير عشان الكل يستفيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة